الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله عز وجل في مقرر الحفق نستانف بإذن الله سويا ما بدأناه في الدروس السابقة سوف نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الحشر من الآية السابعة عشر إلى الآية الرابعة والعشرين كما ترون أبنائي وبناتي أمامكم أهداف تعلم القرآن الكريم دائما ما نقول بأن أعظم هدف لتعلم القرآن الكريم هو الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله وكذلك أن يحوذ الطالب الآيات من سورة الحشر من الآية السابعة عشر إلى الآية الرابعة والعشرين حفظا صحيحا وكذلك أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداء إذن هذه بعض أهداف تعلم القرآن الكريم أيضا نتوقف شيئا يسيرا نتكلم عن آداب تلاوة القرآن الكريم فنقول الاستعاذة والبسملة عند التلاوة وكذلك الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة وآيضا قراءة القرآن من المصحف وآيضا يا أبنائي تحسين الصوت عند التلاوة إذن هذه بعض أيضا آداب تلاوة القرآن الكريم طيب أبنائي قبل أن نبدأ هل استعديتم بارك الله فيكم حضرتم المصاحف جميل توضأتم جيد أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي وابناتي إذن دعونا نستمع سويا لهذه التلاوة الطيبة المباركة في مقطعنا لهذا اليوم ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرُ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذن أبنائي و بناتي استمعنا لهذه التلاوة الطيبة لهذه الآيات العظيمة التي حريم بالإنسان أن يتدبرها جيدا دعونا الآن كما نقول دائما التكرار يا أبنائي التكرار ففي التكرار إفادة وهو من أكبر وأعظم سبل الحفظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يكرر الإنسان الاستماع دعونا نعيد الاستماع مرة أخرى مع المتابعة ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله فيكم أبنائي و بناتي بعد أن استمعنا سويا للمرة الثانية دعونا الآن نقرأ سويا أيضا سأقرأ الآن وأنتم بإذن الله عز وجل تكررون من بعدي بحول الله سبحانه وتعالى طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهَ وتلك الأمثال نضربها للنات لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الآن بعد أن تلونا سويا دعونا نعود لنستمع مرة أخرى ودائما ما نقول يا أبنائي التكرار ثم التكرار ثم التكرار هو السبيل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى والدعاء للحفظ المتقن دعونا نستمع سويا أبنائي لتلاوة عطيرة لهذا المقطع من جديد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذن استمعنا لمرة أخرى يا أبنائي لهذا المقطع ونكرر ثم نكرر ثم نكرر ولا نمل من التكرار حتى نتقن الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى ويكون الحفظ راسخا كالجبال إلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته